تبدأ آثار توقف المساعدات عن شمال غرب سوريا بالظهور عقب الفيت الروسي الذي أوقف مجلس الأمن عن تجديد آلية إدخالها عبر الحدود فريق منسق استجابة سوريا استعرض ما قال إنه جزء بسيط من تلك الآثار عقب 33 يوما من توقفها والتي تمثلت بما يلي ارتفاع في أسعار المواد والسلع الغذائية الأساسية في الأسواق المحلية دون وجود رقابة لضبط الأسعار تشار الأمراض الجلدية وزيادة في أعداد المصابين بالكليرا في المنطقة توقف الدعم عن أكثر من إحدى عشرة نقطة طبية ومشفى ومركز رعاية انتشار الصرف الصحي المكشوف في عشرات المخيمات تسجيل العديد من الحرائق في منازل ومخيمات النازحين في المنطقة دون القدرة على إخمادها بشكل عاجل نقص كبير في إمدادات المياه للمخيمات وعدم قدرة النازحين على تأمين الحد الأدنى من احتياج المياه اليومي بدورها سجلت شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة سبع إصابات جديدة بمرض الكوليرا في منطقة شمال غربي سوريا ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 946 إصابة دون توفر العلاج لكامل الحالات عدان إجراءات الوقاية اللازمة يضاف إلى ذلك ارتفاع درجات الحرارة لمستويات عالية والتي زادت من معاناة الأهالي دون القدرة على تقديم المساعدة لهم فرق الدفاع المدني قالت إنها أسعفت خمسة مدنيين بينهم ثلاثة أطفال تعرضوا للإصابة بضربة شمس بسبب ارتفاع درجات الحرارة في الشمال السوري الدفاع المدني أوصل أهالي بعدم التعرض للشمس وشرب كميات جيدة من الماء وأخذ سبل الحيطة والوقاية تقف المنظمات الإنسانية عاجزة عن تقديم المساعدة اللازمة للسوريين في شمال غرب سوريا بينما ترسل لهم سلطة الأسد القذائف والصواريخ لتزيد الواقع مأساوية وتمنع بدعم من حليفتها روسيا فتح المعابر لدخول ما قد يسد الرمق أو يقلل الآلام لأكثر من خمسة ملايين سوري موسيقى